تراجع أستراليا عن صفقة الغواصات مع فرنسا خلف أزمة دبلوماسية بدأت بسحب الأخيرة لسفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا وما زالت العلاقات تشهد توترات متصاعدة وبحسب مسؤول في مكتب وزارة التجارة الفرنسية رفض وزير التجارة فرانك ريستر عرضاً للاجتماع مع نظيره الأسترالي دان تيان في باريس الشهر القادم وقال إنه لا يمكن التعامل مع الأمر كالمعتاد وتؤكد باريس أنها تعرضت لما وصفته بالخداع من جانب كامبيرا وقالت وزارة الدفاع الفرنسية إنه تم استلام رسالة تحمل ختمة البحرية الأسترالية وتتضمن الرضا التام من جانب أستراليا على صفقة الغواصات قبل ساعات من الإعلان عن اتفاقية أوكوس لكن الأخيرة قالت إن الرسالة تضمنت اختاراً بالانسحاب من الاتفاق ولم تتضمن أي التزام جديد وفي سعي منه لحل الأزمة دعا وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العمل على إعادة بناء الثقة بين باريس وباشنطن وخلال لقاء جمعه بنظيره الفرنسي جان إيف لودريان في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تعاهد بلينكن بالانتقال من الأقوال إلى الأفعال على حد وصفه لكنه أضاف أن الأمر سيستغرق وقتاً وعلى خلفية الأزمة بين البلدين قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي إن هذه المرحلة تثبت أن الموثقية الأمريكية لم تعد كبيرة كما كانت عليه مشددة على ضرورة تخطي أوروبا بتصورها حدود الاتحاد الأوروبي من أجل تأكيد نفسها كقوة استراتيجية ونشبت الأزمة بين باريس وواشنطن في الخامس عشر من أيلو سبتمبر جراء إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تحالف جديد بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا نتاج عنه إلغاء صفقة تبلغ أربعين مليار دولار بين فرنسا وأستراليا لشراء غواصات فرنسية الصنع تم استبدالها بأخرى أمريكية تعمل بالدفع النووي شكرا